السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا التساؤل اللي فتح موضوع البطن الصغيرة في الشهر الثامن او في الشهر السابع يا ترى اول هام هل لي علاقة بموضوع انها حامل بولد ولا لا الحقيقة ان مفيش علاقة بموضوع ان الحامل بولد او حامل ببنت ان يبقى بطنها صغيرة ولكن في عدد من الاعتبرات الاخرى ولكن خلينا اقولك ان مثلا عشان اطمن البعض من حضراتكم على موضوع ارتفاع بطن الحامل في الاسبوع السبع وعشرين مثلا على سبيل المثال بيكون ارتفاع بطن الحامل حوالي سبع وعشرين سنتيه ده بيتقاس منين لفين من اول عظام العانى لاعلى الرحم لاعلى الرحم ده اسمه ارتفاع قاع الرحم بيتقاس من عظم العانى لاعلى الرحم ده بيكون في الاسبوع السبع وعشرين حوالي سبع وعشرين سنتي تقدري مثلا تزودي شوية لو دخلت الاسبوع الثمانية وعشرين ممكن تزودي اكتر طبعا في التسعة وعشرين وهكذا طيب ده متوسط في فروق ممكن تحصل من واحدة للتانية وعايز اقول ان البطن الصغيرة بالنسبة للحامل بولد او حامل بانسة مش هتفرق كتير لكن اللي هيفرق عندي مثلا الحامل دي ممكن تكون حامل لأول مرة فتكون عضلات البطن عندها مشدود تمام طيب الجزئية التانية وضعية الجنين الجنين ساعات بيغير وضعيته او بيتخذ وضعية مناسبة لما بيكبر شوية يعني في المراحل الاخيرة الوضعية دي تكون وضعية سحرة شوية يعني هو متمركز في حتة ولكن اي حد يشوف من برا يقول اي دا دا انت ولا كأنك حامل في الشهر الرابع ولا التالت حد اه لانه هو واخد وضعية ما تسمحش بان انت تشوف ارتفاع للبطن جانبية شوية فلذلك دي حاجة ما تقلقش هو واخد وضعية مريحة يا سيدي انت مالك مناش دعوه طيب حاجة كمان بتفرق شوية في موضوع اه علو البطن او صغر البطن والكلام ده هو موضوع ان المرأة الطويلة بتدي مساحة شوية لنمو الجنين لاعلى اكتر من اه المرأة القصيرة شوية يمكن المرأة القصيرة ما تدلوش المساحة دي فبيظهر اه حجم البطن اه اكتر شوية عند المرأة القصيرة من المرأة الطويلة طيب دي حاجات كلها طبيعية طيب انا دلوقتي شفت ان انا حضرتك حامل وبطنك صغيرة وقلانة بروح اعمل فحص بالسنار طلع مقاسات الجنين كويسة طلع تميت الجنين كويسة ارجع تاني ومقلقش نفسي واقول الحمد لله ان بطني مش كبيرة عشان ما حدش يبصيلي ويقول بقى انت حامل مش عارف في قد ايه وكذا وكذا ويه ويديك عين محترمة ويعني ربنا يعيزنا ويعيزكم من العين اه الحقدة والحاسدة لكن انا عايز بس اكد ان في سبب من الاسباب مش حلو لما نلاقي ان البطن صغيرة الا وهو ان المية اللي حوالين البيبي قليلة دي تدي بطن صغيرة ما لهاش علاقة بقى بموضوع انه ولد او انها بنت في السائل اللي حوالين البيبي قليل فده يدي شكل البطن قليل طيب حاجة تانية تخليني اقلق اللي هي ايه اللي هي ان البطن تبقى كبيرة وتبدأ تصغر مع الوقت ودي بقى فيه مشكلة في نمو الجنين او فيه مشكلة في المية برضو ويحصل تصار طيب لو واحدة بتقيس وزنها وتلاقي ان وزنها ما بيزيتش بل بيقل بس بتروح تعمل اه فحص بتلاقي ان الجنين كويس هي اللي بتخس من لحمها ومن دهنها ومن عضلاتها ومن ودي مش حاجة كويسة ليها ولكن انا بقول ان مش معنى ان وزنك بيقل رغم انك بتتقدمي في الحمل فان ده حاجة مثلا بالنسبة للجنين وحشة هي وحشة على المدى البعيد لانه ممكن جسمك اللي بيخس ده وبيينحف هذا الجسم ممكن يفقد كثير جدا من الفيتامينات والمعادن والعناصر الرئيسية اللي بيحتاجها الجنين فكونك انك مش مهتمة بالتغذية المناسبة ده ممكن يؤثر على الجنين ولكن انا بقول على الفكرة المظاهر الشكلية اللي ممكن تكون واخد حيز من الاهتمام اكتر من الحاجات اللي هي عملية اكتر يعني عمليا انا يهمني موضوع ان الجنين مقاساته كويسة نموه كويس انه في مراحل التطور بتاعته بيتطور صح الميا اللي حواليه صح لما اجي عمل تحليل صور الدم كاملة للام الاقي ان الام لا تعاني من انيميا او فقر دم طيب هي بتخس بقى يبقى ربما يكون عندها نسبة دهون بتنزل بتنزل في فترة الحملة انها ممكن يعني نخلينا نخمن تحليل شوية يعني ايجابي نقول انها بدأت تهتم بالتغذية اللي هي مفهاش كميات من الدهون هي تكون اصلا داخل الحمل بدينة شوية فبتبدأ تخس من الدهون بتاعتها ولكن بأكد على حاجة مهمة جدا في فترة الحمل بلاش ان احنا نعمل رجيم او حمية غذائية الغرض منها انقاص الوزن دي نقطة في منتهى الخطورة ده مش وقته خالص عشان احنا ممكن نعمله غلط وممكن يؤثر هذا الامر على الجنين ونموه طيب امال ايه هو اللي يفترض نمشي عليه هو التغذية المتوازنة التغذية اللي بتضمن للجنين انه ينمو بشكل جيد وبتضمن للامر انها ما يحصلهاش اي مضاعفات لا فترة الحمل ولا بعد الحمل زي هشاشة العظام اللي ممكن تيجي لكثير من السيدات بعد رحلة الحمل لانهم ماهتموش بتناول التغذية والاغذية المتوازنة والاغذية اللي بتحتوي على الكالسيوم وماخدوش مكملات فيتامين دي فدول قطاع كبير جدا بيحصلوا هشاشة عظام بعد رحلة الحمل ممكن مش هتظهر دلوقتي اعراضها ولكن مع المستقبل هيتضح هذا الامر بشكل يعني مفاجئ مرة واحدة هتشعري بألام بالنسبة للعظام فلذلك في فترة الحمل ما فيش ريجيم ولكن نتغذى صح على كل انواع الاكل المفيد الصحي زي الاغذية اللي بتحتوي على البروتين بروتين مصدر حيواني بروتين مصدر نباتي الكربوهيدريت المعقدة الكربوهيدريت المفيدة اللي زي الحبوب الكاملة الامحي الكامل الارزء البني البقليات الخضروات الفواكه باعتدال بدون افراط وشرب الكثير من المية عشان يسهل امتصاص العناصر الغذائية اللي بتحتاجها الحامل للجنين بتاعها وبواجه عام زي ما قلنا مقاسات الجنين كويسة ما نشغلش بالنا بموضوع ان الجنين حجمه او عفوا ان بطن الحامل حجمها صغير 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 صغير